عقب التوصل في بيلاروسيا إلى اتفاق على تسوية الأزمة الأوكرانية أكد مسير الخارجي الروسي سرغي لفاروف عزم موسكو على مواصلة جهودها لتسوية الأزمة هناك مشهيرا إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لن تتخلى عن سياساتها الخارجية أي أن كانت الضغوط في ختام ساعات طويلة من المفاوضات في مينسك وقعت مجموعة الاتصال وثيقة التفاهم بشأن الأزمة في شرق أوكرانيا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل مجموعة الاتصال التي تضم ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وعن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى توقيع خريطة طريقا مع الانفصاليين لتطبيق خطة سلام في أوكرانيا تم وضعها بعد المحادثات وأوضح الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند في إعلان المشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن كل المسائل تمت معالجتها في هذا الاتفاق الذي وقعته مجموعة الاتصال والانفصاليون وخاذ قادة الدول المشاركة مفاوضات مارثونية في مينسك بروسيا البيضاء للتوصل إلى خطة توقف المواجهات المتصاعدة شرقا وبحث بوتين وبوريشينكو وهولوند وميركل مع مستشاريهم بونود الوثيقة التي أعدها دبلوماسيهم لأيام عدة والهادف إلى وضع حد لأشهر من النزاع الذي أسفر عن ألاف القتلى من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية الألمانية أن اتفاق السلام الموقع في مينسك ليس حلا شاملا لكنه خطوة إلى الأمام في ظل التصعيد العسكري وتحدثت وثيقة تم تداولها بعنوان مجموعة إجراءات لتنفيذ اتفاقات مينسك عن سيطرة أوكرانية كاملة على الحدود مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري وسحب الأسلحة وقوات الأجنبية من شرق أوكرانيا كما تضمنت إحداث تعديل دستوري في أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام يشمل إلى مركزية المناطق التي يسيطر عليها المفصليون واستئناف العلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا وشرقها